المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الفضل وعن الخير وعن العطاء نسو الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم هذه عائلة أسرة هي أسرة النفاق هذا هو منطق القرآن جمعهم في رباط واحد جعلهم في مجموعة واحدة تحدث عنهم حديثا واحدا لأنهم أسرة واحدة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بغض النظر عن الروابط الأسرية الدنيوية بغض النظر عن العلائق الموجودة في حياتنا الترابية الأسرة الثانية في الآية الحادية والسبعين والتي بعدها من سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بعضهم أولياء بعض التعبير دقيق جدا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ليس لهم من ولاية أو إمامة أئمتهم أئمة الكفر سيتبرؤون منهم في القيامة فليس لهم من إمامة ليس لهم من ولاية ومن هنا فهم بعضهم من بعض قذارة من القذارة نفسها ونجاسة من النجاسة نفسها المؤمنون والمؤمنات بينهم رباط ولاية ولاية أئمتهم التعبير دقيق جدا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ليس لهم من إمام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الرابط فيما بينهم ولاية إمامهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذا هو الرابط الأسري والحسين يتحدث عن هذا الرابط حين يقول ألا وإني زاحف بهذه الأسرة إنها الأسرة الحسينية التي يشدد رباطها المضمون النوري للكفالة الحسينية والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف أعظم المعروف معرفة إمام زماننا خدمته التمهيد لمشروعه العظيم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأشد المنكر وأقبحه جهلنا بإمام زماننا جاهليتنا بمعرفته أن نولي أعداءه وأن نعادي أولياءه هذا هو أقبح المنكر ترجمة نانسي قنقر